بسم الله الرحمن الرحيم رحمة الله وبركاته يقول المولى عز وجل في محكمة تنزيله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يواجه إخواننا في فلسطين اليوم واحدة من أكبر وأعنى في الاعتداءات العسكرية السافرة التي تشنها قوات الاحتلال إسرائيلي والتي استهدفت الأطفال والنساء والمدنيين العزل بدون رحمة والاعتبار للقوانين والمواثيق الدولية وإن دولة الكويت ويتقف تحية إجلال واعتزاز لأشقائنا الصابرين والصامدين في فلسطين أمام تلك الجرائم الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلية فإنها تجدد إدانتها واستنكارها الشديدين لتلك الجرائم الممنهجة على الشعب الفلسطيني في مدينة القدس وكافة أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي أدت بالفعل إلى زعزع الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وباتت تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين سيد الرئيس ها هو التاريخ يكرر نفسه فقد أنشئت منظمتنا العتيدة هذه بسبب حريق الأقصى عام 1969 وبعد مرور 52 عاما تتكرر الإجراءات الإسرائيلية الوحشية الرامية لطمس معالم القدس الشريف كجزء من مخطط إجرامي مستمر يهدف لتغيير هوية القدس وتدين دولة الكويت وتستنكر بأشد العبارات استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي وتمعونها في خرق وانتهاك كافة القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية فما زالت تلك القوات المحتلة تمعن في عمليات تهجيري وبناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية لا سيما في القدس الشريف وفي حيية الشريف ترجمة نانسي قنقر